أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي تخصيص ميزانية بعشرة مليارات دينار الليبي لمواجهة أثار الفيضانات وقالت الحكومة المكلفة من البرلمان أن عدد القتلى جراء السيول وصل إلى 5300 معظمهم من مدينة ديرنا وفي تصريح للتلفزيون العربي قال مصدر طبي أن ديرنا لم تعد مناسبة صحيا للعيش فيها بعد تحلل الجثث ووسط مخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة بعدما شهدت جثث طافي على شراط التميم وعين الغزالة وطبرق ليبيا الجريحة تبكي موتها وعداد الموتى يأباء يتوقف جهود البحث والإنقاذ متواصلة فرق ليبيا وأخرى أجنبية تنتشل الجثث وتأمل العثور على أحياء حتى وإن كان الأمل يتضاءل شيئا فشيئا مع مرور الوقت هي كارثة بكل المقاييس فحتى الناجون من هول إعصار دانييل يواجهون شبح التشرد والنزوح إحصاءات مكتب منظمة الأمم المتحدة للمهاجرين في ليبيا تشير إلى أن عشرات آلاف الليبيين شردوا جراء الفيضانات والسيول التي جرفت منازلهم بين عشية وضحاها في دانا أكثر المناطق تضررا من الفيضانات هناك سجلت أعلى حصيل للقتل حتى الآن وهناك ابتلع الفيضان ربع المساحة بعد أن انهار سدها سد درنا والسد الكبير انهيار السدين الذي ساهم في ارتفاع ضحايا المدينة المنكوبة دفع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي إلى المطالبة بفتح تحقيق في ذلك ومحاسبة المهملين خاصة بعد تداول أنباء عن توقف صيانة السدود بدرنا منذ عام 2002 وعلى خطى المنيفي قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إنه خاطب مستشار النائب العام بفتح تحقيق عاجل في أسباب انهيار سد درنا وفي انتظار نتائج التحقيق تستمر معاناة آلاف الليبيين بين فقدان عزيز ومبيت في العراء وصدمة ما بعد دانيال